نفس الأمر يا شهاب شايف نستغل إزاي مشاكل بوركينا فاسو إيه هي المشاكل اللي انت شايفها من وجهة نظرك اللي ممكن نستغل لها بكنا إن شاء الله بصوا استكملاً لكلام خريفة يمكن هو استطرد وخذ كل المشاكل اللي موجودة في دفاع بوركينا هكمل معاه في نفس النقطة دي مشاكلهم الأساسية كرات العرضية والمشكلة اللي ممكن بدأت في كأس الأمم وفضلت حتى مكملها معامل في تصفيات كأس العالم شوفنا أول مطشين لعبوه مقدام سيريليون ومقدام غينيا بيساو كل المشاكل اللي ظهرت في دفاع بوركينا فاسو كانت في سبب الكرات العرضية فرقة عندها مشاكل في التحولات بطيئة فرقة ما عندهاش وعي تكتيكي يمكن كنا بنكلم في النهاية أفريقيا على فرقة التراجي وقدهم أسماقة كويسة وكل حاجة لكن حتة الوعي والتمركزات بتاعت الفرقة كانت فيها مشكلة نفس الكلام بيتطبق على منتخب بوركينا في التمركز الدفاعي سواء في الكرات المتحرجة أو حتى في الكرات السابتة ودي ممكن بانت فيه المشروط اللي فاتت كلها بتاعت بوركينا سواء في كأس الأمم أو حتى المطشين متواصفات كأس العالم فرقة من السهل اللي انت تستغل الأخطاء اللي عندها المساحات اللي موجودة في خط الظهر وبالذات اللي قدام منطقة الجزاء اللي الكلام عنها خريفة من شوية اللي من الآخر اللي فيها اللعبة العتولة بتاعت منتخب مصر ده يمكن المطش الأولاني بتاع غينيا بساو اللي تعادل فيه منتخب بوركينا ده يمكن كرة الهدف الأول اللي سجله منتخب غينيا أوفر معلقوب من آخر الدنيا اتنين مدافعين من منتخب بوركينا مع اتنين مهاجمين تمركز يعني أقل حاجة نقول عليه أنه هو مفيش دفاع معندوش أصلا أي وعي تكتيكي خالص داخل الملعب لعيب يلعب الكرة براحته على شمال الجنو بيسجل هدف كرة دي اللي كونا بنكلم معناها مش شوية المساحات وقفت خط الوسط ضغط يعني غير مبرر من أربع لعيب على لعيب واحد بيعدي منهم بترئيسة واحدة ضرب خط الوسط ملعب كله كمل في كل المساحة اللي انت شايفها قدامك لو نكمل الصور كلها وراء بعض شايف المساحة كريمة الراجل رايح براحته وماشي محدش بقوله انت رايح تعمل ايه نفس الكلام ده كله بنشوفه في كل المشاهد اللي جابها خليفة والمشاهد اللي قدامنا دي ده برضو كان ماتش غينيا بساو اللعيبة هيعمل أوفر طبعاً كواليتي اللعيبة بتاعت غينيا بساو لو اللعيب مهاجم جاءت له كرة زي دي وعنده تصرف احسن من كده كنسجل هدف التاني لكن المشاكل المتشابهة والمشاكل كلها واحدة الامكانات اللي عندنا زي ما احنا اتكلمنا مش شوية وخليفة اتكلم على وجود مصطفى محمد وقدينه بيقدر يستغل الكرات العرضية كمان اتكسافة الهجومية لمنتخب مصر لازم نشوفها بشكل كبير لما يبدأ ان احنا نشوف زيزو لو هيلعب برقم 8 يمين او امام عشور يبدأوا فاتحين خط المرعب نشوف صلاح بيخش في العمق نشوف تريزي جيه يبقى عندنا مصطفى محمد يبقى فيك سافة هجومية تقدر تسجل اكتر من 3-4 هدف فرقة زي دي لو انت استغلت الاخطاء دي في الشط الاول عظيم جدا